نفصل مشاهدين الكرام في تغطيتنا المباشرة لكل سنوات بعد قليل لنفصل في التقارير أكثر التي تتحدث عن هذه القمة ومختلف الاجتماعات التي سابقتها لكن اليوم الحديث طبعا عني القمة وانتظار إعلان الجزائر على كل الوفود يواصلون الوصول إلى المركز الدولي للمؤتمرات كما نتابع في هذه المشاهد إذن في استقبالهم طبعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إذن في عدلتنا أصول الأمير دولة قطر شيخ تميم بن حمد الثاني إلى المركز الدولي للمشاركة طبعا في قمة منتدى قمة منتدى الدولي المصدرة للغازد الأمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني يصل الآن إلى المركز الدولي لمؤتمرات وفي استقباله رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون إذن رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني المشارك في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المقامة هنا في الجزائر صورة جميلة جدا تعكس عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين الجزائر وقطر وخاصة في المجال الاقتصادي والطاقوي باعتبار ترجمة نانسي قنقر